أه سيد سيدنا يعني نفترض له المكلف نسى التشهد وقام من الصلاة يعني من التشهد وريدي ينتقل إلى الركعة الثالثة هذه في حالتين طبعا هذا النسيان ممكن يرد وممكن إصلاحه في حالة واحدة من تلك الحالتين هو قبل أن يصل إلى الركوع يعني إذا قام المصلي واقفا قائما وتذكر أنه لم يأتي بالتشهد قبل الركوع يستطيع أن يهدم ذلك القيام يجلس يتشهد ثم يقوم يتم ما يقوله في تلك الركعة مثلا سبحانيات أو قراءة سورة الفاتحة إذا تذكر قبل الركوع هذا هو الكلام هذا يمكن إصلاحه في أن يهدم ذلك القيام سواء قرأ أو لم يقرأ يعني في قيامه يعني إذا قرأ فرضا الحمد أو سبحانيات يهدم ذلك القيام يجلس يتشهد إيبا إثناء القراءة لأنه ليس محل هذا يتشهد يخلص التشهد ويقوم قائما ويبدأ من جديد يقرأ مثلا إما السبحانيات أو سورة الفاتحة الحمد لاحظتم؟ هذه الحالة الأولى التي يمكن إصلاحها اللي هو يهدم قيامه طبعا بعد الصلاة يأتي بسجدتي سهول لذلك القيام الزائد خب هاي انتهينا من عدد؟ الحالة الثانية لو تذكر وهو في أثناء الركوع أو بعد الركوع يعني بعد رفع رأسه من الركوع هذه يتم صلاة من يهدم ويجلس للتشهد لا وإنما يتم صلاة للأخير بعد أن يتشهد ويسلم بعد التسليم يقضي هذا التشهد المنسي لاحظتم؟ ثم بعد ذلك يأتي بسجدتي سهول لنسيانه ذلك التشهد ترجمة نانسي قنقر